الانسحاب الرأسي والانسحاب الأفقي طب الآن هنعمل انسحاب رأسي وأفقي الدالة الأسية نشوف كيف هنبدأ أول شي بالانسحاب الرأسي أنا مثلا أفرض عندي هذه الدالة الأسية F of X أنا أبغى أعمل دالة جديدة G of X اللي هي عبارة عن F of X وأزود على F of X كلها K شوف زودت على الدالة كلها لما أنه عندي إشارة زائد يصير هسحب الدالة الفوق صار هذه الدالة هسحبها K وحدة إلى الأعلى وأرسمها صارت هذه الدالة F of X زائد K عملنا لها انسحاب إلى أعلى طيب لو أعمل دالة ثانية G of X اللي هي عبارة عن F of X أنقص منها K شوف بما أنه نقصت من الدالة كلها يصير هعمل انسحاب إلى الأسفل يعني هذه الدالة هسحبها إلى الأسفل K وحدة وهذه صارت F of X ناقص K زي بالضبط الانسحاب لدرسنا قبل كده على باقي الدالة طيب نشوف في الانسحاب الأفقي لو عندي الدالة F of X وعملت الدالة G of X اللي هي عبارة عن F لX ناقص H شوف أنا طرحت من الX H بما أني طرحت هذا معناه أني بعمل انسحاب ناحية اليمين صار هذه الدالة هسحبها لليمين H وحدة وهذه صارت F للX ناقص H طيب ممكن أعمل دالة ثانية G of X اللي هي عبارة F X زائد H بما أني أضفت على الX صار هذه انسحاب ناحية اليسار صار هذه الدالة هسحبها لليسار H وحدة وارسمها وهذه الدالة صارت F للX زائد H طيب الآن خلينا نشوف الانعكاس حول محور Y نبدأ بهذه الدالة اللي هي F of X نبقى نعمل لها انعكاس حول محور Y يعني هذا الجزء حيجي هنا طيب كيف نعمل الانعكاس نأخذ نقطة نسقط منها عمود وبعدين بنفس المسافة نكمل للناحية الثانية وهذه النقطة لأنها على محور الوايف انعكاسها هيكون نفسه وبعدين هذه النقطة خلينا نعمل انعكاسها نسقط عمود نكمل بنفس المسافة نوصل بين النقاط وصار عندي الانعكاس حول محور Y لو كانت هذه النقطة XY انعكاسها هنا حيكون ايش نشوف احداث الواي نفسه لأنها على نفس الخط الأفق احداث الواي ما يضغير لكن احداث الـ X شوف هنا الـ X كانت في الجزء الموجب هنا مشينا بنفس المسافة في الجزء السالب صر إحداث الـ X هيصير السالب X يعني إحداث الـ Y كان ثابت ما غيرنا إشارة الـ Y لكن إحداث الـ X عكسنا الإشارة صر التمثيل للناتج هيكون F للسالب X إذا عكسنا إشارة الـ X صر انعكاس للدالة حول محور Y صر نقول إنه لو عندنا ندالة F و FX نبقى نعمل لها انعكاس حول محور Y ناتج الإنعكاس حيكون الدالة F للسالب X إشارة الـ Y نفسها يعني إشارة الـ F of X نفسها لكن عكسنا إشارة الـ X طيب نشوف التمدد الرأسي لو عندنا الدالة G of X هي عبارة عن الدالة F of X وضربت الدالة F of X في A عند الـ A لهاي احتمالين أول شيء إنه A تكون أكبر من واحد وزي ما درسنا قبل كده في التمدد الرأسي لو كان عندي الـ A أكبر من واحد هيكون عندي توسع رأسي يعني المسافة الرأسية ستزيد مثلاً أفرض هذه الدالة F of X وانضربت في A اللي هي أكبر من واحد سيصير توسع رأسي يعني هذه النقطة قيمتها سنضربها في الـ A ستصير هنا وهذه نضربها برضو في الـ A سرقيمتها ستصير هنا مثلاً نوصل بين النقاط ستصير الدالة بهذا الشكل شوف هذه المسافة الرأسية توسعت زادت عشان كده سميناها توسع رأسي طبعاً هذه الدالة الناتجة اللي هي A نضربها في F of X طيب برضو زي ما شفنا أول الـ A ممكن تكون أصغر من واحد وأكبر من صفر يعني مثلاً نص ربع ثلث وهكذا سر هنا إيش هيكون الناتجة هيكون تضييق رأسي يعني المسافة الرأسية حتقل سأل لو كان عندي هذه الدالة شوف قيمة هذه النقطة لو ضربناها في الـ A اللي هي أقل من واحد يعني مثلاً لو ضربناها في نص في ثلث هتنزل النقطة حتصير هنا وهذه النقطة برضو نضربها في A حتصير هنا وهذه هتنزل هنا نوصل بين النقاط وهذا التمثيل البياني هو A في الـ F of X والـ A زي ما قلنا أقل من واحد وكبر من صفر شوف هذه المسافة الرأسية ضيقناها صارت بهذه الطريقة طيب خلينا نحل أمثلة يعني يقول لي مثل كل دالة مما يأتي بيانياً وحدد مجالها ومدىها أدين أعطاني هذه الدالة طبعاً هنا تلاحظ أنه عندنا الدالة الرئيسية اللي هي 2 أس X يكتبها Y ساوي 2 أس X بعد أن زودنا على الدالة كلها واحد يصير عملنا انسحاب رأسي للأعلى وحدة وحدة طيب يعني نحن نعمل التمثيل اللي 2 أس X حكون دالة أس C بهذه الطريقة بعد أن نعمل له إزاحة للأعلى وحدة وحدة طب خلينا نفرض بعض النقاط عشان نرسم الرسم نفرض ال X بسالب 2 لو عوضنا في الدالة بسالب 2 حيصيرين دي 2 أس سالب 2 زائد 1 2 أس سالب 2 اللي هي 1 على 4 يعني ربع ربع زائد 1 يعني 1 ربع وناخد سالب 1 صار عندي 2 أس سالب 1 زائد 1 2 أس سالب 1 السالب يقلي بالكسر يصير نص نص زائد 1 اللي هي 1 ونص ناخد صفر ونعوض به في الدالة الأصلية صار عندي 2 أس سالب 1 اللي هي 2 ناخد الواحد يحكون 2 أس واحد زائد واحد اللي هي 3 ناخد الاثنين يكون عندي 2 أس سالب 2 زائد واحد يعني 5 والآن نحط النقار على تمثيل بعني عند الـ x بالسالب 2 الـ y بواحد وربع يعني هنا السالب 2 يكون واحد وربع x بالسالب 1 واحد ونص سالب 1 وواحد ونص لدي صفر واثنين صفر واثنين ستكون هنا عندي واحد وثلاثة هذه واحد مع الثلاثة واثنين وخمسة هذا الاثنين والخمسة ووصل بين النقاط وحصلت على التمثيل البياني طب نشوف هذه الدالة واضح أن الدالة الأم هنا 5 أس إكس دالة أسية طيب بعدها إيش التحولات الهندسية شوف الـ x نقصنا منها اثنين يعني عملنا انسحاب أفقي طيب ناحية اليمين ولا ناحية الهسار لأن نطرحنا من الـ x صرح يكون الانسحاب ناحية اليمين وحكون عندي بوحدتين بعدين ضربنا الدالة في السالب نص لأن النص أقل من واحد فبالتالي سار تضييق رأسي يعني هذه المسافة الرأسية حتقل بعدين عندي سالب السالب هذا حيسبب انعكاس حول محور x يعني كل هذه الدالة هتنعكس وهتنزل لتحت لأن ضربت الدالة كلها في سالب كأنني غيرت إشارة الـ f of x بالتالي حيكون انعكاس حول محور x طيب خلينا أول شي نرسم خمسة أو 6 خمسة أو 6 طبعا لما الـ x بصفر الـ y بواحد بعدين لما الـ x بواحد نعوض حنلاقي الـ y بخمسة لما الـ x بسالب واحد الواحد تكون بواحد على خمسة طيب هذه الدالة الأم الأصلية اللي هي خمسة أوس بعدين أنا عملت إزاحة أفقية ناحية اليمين وحدتين صار أسحب كل النقاط وحدتين على اليمين عندي هذه النقطة يعني هسحبها واحد اثنين هتصر هنا وهذه النقطة هسحبها واحد اثنين وهذه هسحبها وحدتين وأوصل بين النقاط وهذه الدالة بعد الانسحاب الأفق طيب بعد كده عندي تضييق رأسي وانعكاس حول محور X نعمل التضييق الرأسي نشوف إحنا هنضرب في نص تضييق الرأسي بنص صار هذه النقطة اللي هي عند الواحد أضربها في نص حتصير نص وهذه اللي قيمتها خمسة هضربها في نص حتصير اثنين ونص صار هذه الدالة الناتجة بعد التضييق بعدين عندي انعكاس حول X صار التمثيل الباني هيكون بهذه الطريقة صار هذا هو الناتج النهائي السالب نص في خمسة أوس X ناقص اثنين شوف هذي كانت طريقة الرسم بالتحولات الهندسية لكن انت ممكن أيضا برضو تفرض قيم X Y في الدالة الأصلية تحط قيم X مختلفة اطلع لقيم Y وترسم الدالة وتحصل على الناتج النهائي بدون تحولات هندسية طيب بعد كده يبغى مني المجال المجال قلنا دايما يعني قيم X طب هنا المجال إيش شوف ممكن تحط أي قيم من X هنا ما عندك مشكلة نقدر برضو نشوف ها من الرسمة نشوف الرسمة تمتد على جميع قيم X صار نقول المجال من سالب ما لنهاية إلى مجب ما لنهاية طيب والمدى المدى هو قيم Y شوف عندنا الدالة تتجه إلى أسفل إلى ما لا نهاية لكن بعدين هنا توقف عند هذا الخط اللي هو Y يساوي صفر ما تلمس الخط أو تطلع فوقه صار المدى سيكون من سالب ما لا نهاية إلى الصفر والقوس مفتوح لأن هذه الدالة مستحيل قيمتها تصير بصفر طيب خلينا نشوف هذه الدالة واضح أن الدالة الأصلية لها هي 2 X طيب وإيش التحويلات الهندسية شوف زودنا على X 3 على X نفسها صرح يكون فيه انسحاب ناحية اليسار ثلاثة وحدات بعدين الدالة كلها طرحنا منها خمسة بما أن طرحنا يصير انسحاب ناحية الأسفل بخمسة وحدات طيب خلينا نرسمها بالتحويلات الهندسية نحن نرسم الدالة الأم 2 X عند X 0 Y 1 لما X 1 Y 2 1 2 2 2 2 2 1 Y 0 0 0 0 نوصل حصلنا على التمثيل البياني واللي هو 2x طيب بعد كده انسحاب ناحية اليسار ثلاثة وحدات يعني هذه النقطة هسحبها ثلاثة وحدات وهذه هسحبها ثلاثة وحدات وهذه ثلاثة وحدات وأرسم التمثيل البياني هذا بعد الانسحاب الأفقي ثلاثة وحدات لكن عندي انسحاب للأسفل خمسة وحدات صر هذه النقطة أصحبها للأسفل خمسة وحدات وبقية النقاط نفس الشي خمسة وحدات أوصل بينهم وحصلت على التمثيل البياني النهائي طيب ايش المجال؟ تقدر تلاحظ ان تقدر تستخدم اي قيمة للx هنا حتى من الرسم الرسمة وممتدة على جميع قيم x صر نقول المجال من سالب ما للنهاية الى موجب ما للنهاية أو مجموعة الأعداد الحقيقية r من طيب والمدى شفت ده لا تبدأ من هذه النقطة؟ وتمتد الى ما لا نهاية تلاحظوا انه عملنا انسحاب للأسفل خمسة وحدات يعني هو المدى كان دائما يبدأ من صفر صحيح؟ لكن انا عملت انسحاب للأسفل خمسة وحدات صر المدى حيكون من هذه النقطة اللي هي عند y بسالب خمسة صر المدى حيكون من سالب خمسة الى موجب ما للنهاية والقوس مفتوح دائما في المدى نطالع في قيمة الانسحاب الرأسي ونستخدمه في تحديد المدى نشوف هذه الدالة واضح ان الدالة الأم هي 6.6 بعد كده ضربناها في 0.1 اللي هو أقل من 1 وكبر من 0 يعني عملنا تضييق رأسي بعد كده عندنا سالب ثلاثة الدالة كلها نقصنا منها ثلاثة صار عملنا انسحاب للأسفل ثلاثة وحدات ممكن نرسمها بالتحويلات الهندسية يعني نرسم الدالة الأم ونطبق التحويلات الهندسية وممكن على الطول نفرض قيم x ونطلع قيم y للدالة نفرض x مثلا بسالب 2 ونعود في الدالة الأصلية بسالب 2 صار عندي فاصلة 1 6 والسالب 2 ناقص 3 هذه حسبها ستطلع سالب 3 نعود بسالب 1 حسبناه ستطلع سالب 2.98 نعود بالصفر ستطلع سالب 2.9 نعود بالواحد سيطلع سالب 2.4 نعود بالاثنين سيطلع 0.6 نعود بالثلاثة الناتج سيكون 18.6 خلاص نحط النقاط على الرسم ونرسمها سالب 2 مع سالب 3 يعني هذه سالب 2 وهذه سالب 3 سالب 1 مع تقريبا سالب 3 هذا سالب 1 وهذه النقطة 0 مع برضو سالب تقريبا 3 هذا الصفر وهذه الثلاثة بعدين 1 مع سالب 2.4 تقريبا هنا يعني والاثنين مع فاصلة 6 يعني هنا والثلاثة مع الثمانتاش فاصلة 6 غير موجودة أصلا على الرسم نوصل بين النقاط وهذا هو التمثيل البياني تقريبا وممكن برضو زي ما قلنا تعمل ترسم الدالة الأم تعمل تضيق رأسي بعدين تسحبها للأسفل 3 وحدات اذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه موسيقى